أكثر من 24 الساعة مرت على انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي توقع المشاركون فيها حرارة في تنشيطها منذ بدايتها حيث دعا مدرأس والقوائم منذ بداية الحملة للتصويت بقوة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي نديو شاب الجزائري باش يصوت بقوة يوم 4 ماي دعاوات لم تعكسها المساحات الإعلانية الخاوية والتي تحوي معظمها من 3 إلى 4 قوائم من أصل 17 خانة مخصصة لعرض القوائم الانتخابية ما زالت بيضاء فمواقع التواصل الاجتماعي كان لها النصيب الأكبر من الاشهار حيث يسعى المشاركون الواردة واسماؤهم في أكثر من ألف قائمة على مدار ثلاثة أسابيع لحجز مقعد نيابي في السنوات الخمس المقبلة بعد مرور جومين هل سيستطيع الناخب أن يتعرف على مرشحيه من خلال هذه اللافتات وهل أثبت هذا الفراغ قدم هذه الطريقة أم أننا سنرى في قادم الأيام حركة لسق للقوائم تمقض بداية الموسم الانتخابي من خسارة في الورق ترجمة نانسي قنقر